اشتركوا في القناة اللهجة من الفنانة اماني على الناس اللي انتحلوا شخصية والدتها وقالت كل اللي مسوين حسابات باسمي وباسم عائلتي حسابكم عسير وراح يكون بيناتنا قضايا ومحاكم انتوا مو قدل حسابات القوية اللي باسمي اللي هي من الاساس كانت الي وتحكرت قلت ما يخالف خلي العالم تسترزق ما طول ما كواساء لا الي ولا المتابع خلي يسوون بها اعلانات يجوز ما عدهم باب رزق غير انه هاي الصفحات والله العواض على كل شي بس توصل بيكم الدناعة والخصة تسوون حسابات باسم والدتي وباسم ام المرحومة تغريد وتسوون محادثات على اساس بيني وبينها والله لا يكون يومكم اسود وبعدين ترى امي مرة كبيرة كل اللي تعرف له بالتليفون هو الاتصال تقعد تحكي والمتابعين وجمهور من كل عقلكم ترى والنبي السخافة والنذالة وقلة الضمير لعدكم اتحير بليس كل اللي طاوعته نفسه انه هيتش يتصرف عساها بحظة وببختة وتتلقاها باهل بيتك الله يشوفني عجائب يعني قدرته بيك وبأهلك وما يبقى لك عزيز حتى تعرف شنو معنى الكسرة وجع القلب حسب الله ونحم الوكيل يصير خير والله كريم طبعا هذا اخر تغريدة من الفنانة امان على وشفنا ايضا رجوعها للمسرح بعد انطلعت اشاعات انه قالوا على اساس هي اعتزلت الفن وذكرت تقارير على اساس انه وصية اختها تترك الفن وبعدين وصية اختها انه وترجع للمسرح ما نعرف لكن هذا الخبر اللي اكثر الناس سوت لتاكبي على الانستجرام حبينا النزلة لكم طبعا سؤال اليوم هو على المسامحة اذا وصلت لمرحلة انك باستطاعتك او عندك القدرة الكاملة انه يعني تاخذ ثأرك من الشخص اللي ظلمك واللي اذاك سواء ولد او ابنيه شنو راح يكون ردك هل تمشي بمقولة العفو عند المقدرة ام تاخذ حقك ومربع مثل ما يقولون دعنا نتناقش بهذا الموضوع بالتعليقات مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة